اهلا بكم يا حلوين فيديو جديد يلا جولة سريعة وفي مطبخي واقولولي التغييرات اللي انا عملتها دلوقتي كانت احلى ولا الاول كانت احلى مبدئيا كده الستطارة دي انا حطيتها في رمضان بصراحة ومن ساعتها مش التعيش وان شاء الله مش هشالها غير لما اجيب نوعه كده تكون ماشية مع لون المطبخ وحبقى اعملها فيديو معاكم ان شاء الله هي ولا على الشباكة انا بستو غيرت اللون الدولاب بتاع المطبخ لزقت عليه الستيكر بتاع العربيات وبعدين غيرت اللون او الديهان الاولومتال نفسه تمام كده وحطيت كمان الفوم الحجري ده هنا حطيت البراب بتاع عادة تدوير اللي كنت عاملينه مع بعض وحواليه كده من حيتين تقم كبيات بتاع الاعصير وتقم كبيات بتاع الشاي وجبت كده قماش اللي هو فيه عامل زي الشعر ده وعملت منه كده مفارش صراحة نوع القماش ده ايه هنا حطيت المجات بتاع القهوة والنحية تانيا المجات العادية خلاص كده ايه دي شكله كمان من بعيد وحطيت سترية النور تحت الدولاب زي ما انتو شايفين كده نيجي بقى ايه للكورنر ده ده بقى فيه السنديق بتاع الفاكهة اللي عملنا منها اعادة التدوير اللي شايف الفيديو معي ده بقى باسكت انا كنت مغلفا كده في رمضان بقماش الخيمية اللي باللون ده كنت عاملة كمان حامل منادير من نفس الشكل بس للاسف حامل منادير الباسكت انا ما صورتهم شو صاعتها فيديو حبقى اعمل لكم حاجة شبه كده بصورها لكم ان شاء الله حتى فيه اللي هو بقى الحوامل بتاعت السخن تمام وحتى بقى فيه ايه الهراستة بتاعت البطاطس المضرب اليدوي الاشارة بتاعت البطاطس الهراستة بتاعت التوم العصارة بتاعت اللمون اللي هي ايه الحاجات دي تمام كده نيجي بقى هنا بصوا البوتاجاز مغلفا من نفس اللوم بتاع المطبخ بصوا شايفين الحتة دي والله دي مش حاجة هي مش نظيفة لا ده لسعة اصلا من النار وهي عملت فيها علامة كده انتو شايفين هون مطبخ والله نضيف قدامكم وزي الفل وبصوا غلفته كمان بالستريتش عشان ما يتواستحش تيجي الدهون عليه اشيله هو تمام لكن الغلاف من تحته يفضل زي ما هو دول بقى برضه كان قماش من قماش الخيمية قصتت منهم مربعين دول وفرقتهم كده لزقتهم على كرتون ولزقتهم حدثت ان هم مدين ايه لمسة جمالية حلوة هنا بقى حتى كده فطين كده فوق لونهم بني زي ما انتو شايفين هنا بقى بصوا انا مكنش عندي اصلا الحتة دي كانت فاضية كنت حتى بسكت ايه الزبالة تمام هنا بقى حطيت ايه جبت حتة رخامة كانت موجودة عندي قديمة كنت ركنيها غلفتها من نفس اللون بتاع الاستيكر العربية اللي مغلفة بالقبليكاش بتاع المطبخ تمام وحطيت تحت التربو التربو الاولاني اللي كان لونه لبني خلته للخامات بتاعتي تحت الهند ميد واشتريت واحد تاني كده لونه بني عشان يمشي ايه مع الدكور بتاع المطبخ وحطيت هنا فوق ايه الاجهزة بتاعتي تمام كده وادي كده الازازة هي بتاع البقوليات اللي كنا عاملينها مع بعض كل حاجة بصراحة انا بحب عملها كده بايدي وخليها دكوري عندي بفرح بها جدا وبحس ان انا كده ايه مبسوطة عملت انجاز يعني تمام كده نيجي بقى ايه ايه للحتة دي او للكورنر ده تمام انا هنا بصوا ايه كده فوق الشباك بتاع المطبخ هذه الستارة كنا عاملين الفيديو ده مع بعض في رمضان اللي عايز طريقتها يرجع للفيديو هتعجبكم ان شاء الله وطريقة سهلة جدا وبسيطة تمام الستارة دي برضو زي ما قلت لكم هغيرها ان شاء الله هي واللي على باب المطبخ عشان هجيبهم الاتنين شكل بعض وحابق اعمله فيديو معيكم ان شاء الله هنا العلاقات اللي هي الشفت دي تمام او الضغط مش عارف اسمها ايه تمام اه انا حطيتها هنا حطي عليها تقم التوزيع السيليكون التركي تمام حطي هنا البرارات اللي هي الستارة الناحية التانية الكورنر بقى ده الكوفي كورنر كنا عاملينه مع بعض تمام ده كان من لوحة خشب بتاع السرير الناس بتقول عليه مولا تمام اه شوفوا برضو الفيديو هيعجبكم ان شاء الله ده بقى بسكت انا حطيه اه بخسل الموعين واصفيها كده جواه زي ما انتم شايفين عشان ايه ما ما بقاش يعني مصفيه موعين في مساحة كبيرة هنا حطيت بسكت طبعا ازدباله عشان كان مكانه هنا مكان التيربو والحتة اللي انا عملتها دي طبعا عشان كان قلتركم ان الحتة دي كانت فاضي هنا بقى حطى الكولمن فوق الغستيلة الاوتوماتي حطى الكولمن وحطى العياشة بتاعت العيش اه وبصوا غيرت برضو الغستيلة خليته لونه كده مقارب للون المطبخ طبعا زي ما انتم شايفين اهي الارضية بتاعت المطبخ برضو غيرتها فانا بتمنى بجد ان انتم تشوفوا الفيديو الاولين عشان تعرفوا تقرروا وتقولولي رأيكم الاول كان احلى ولا كده احلى وهو جولة كده من بعيد اهو مستنية بقى رأيكو واشوفكو على خير الفيديو اللي كاي اشتركوا في القناة